موسيقى أخبار الرياضة نقدمها مباشرة من التلفزيون الجزائري مشاهدين أهلا بكم والمستهل بأم الألعاب حيث سينشط العداءني الجزائريان سليمان مولا وجمال سجاة نهاء سباق 800 متر لبطولة العالم لألعاب القوى بمدينة أوجين الأمريكية والمقررة يوم الأحد على الثانية صباحا بتوقيت الجزائر بعد فوزهما في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بنصف نهاء مجموعتهما وتأهل سليمان مولا بعدما فاز بنصف نهاء المجموعة الثالثة بتوقيت دقيقة 44 ثانية وتسع وثمانين جزءا من المئة متقدما على الكندي ماركو أروب بدقيقة وخمس واربعين ثانية واثنى عشر جزءا من المئة والكيني إيمانيولو نيوني بدقيقة وخمس واربعين ثانية واثنين واربعين جزءا من المئة كما مر مواطنه جمال سجاتي للسباق النهائي بعدما دخل في المركز الأول في النصف النهائي بتوقيت دقيقة 45 ثانية واربعة واربعين جزءا من المئة أمام كل من الفرنسي جابريال نوال بدقيقة وخمس واربعين ثانية وثلاث وخمسين جزءا من المئة والبريطاني دانييل رودان بدقيقة ستين واربعين ثانية وسبعين وعشرين جزءا من المئة تتواصل بوهران فعاليات البطولة العربية للسباحة بالمركب الرياضي ميلود هدفي اليوم سيكون الموعد مع منافسات اليوم الثالث الذي ستكون فيه النخبة الوطنية أمام تحدي رفع رصيد المضاليات في الترتيب العام وخاصة من المعدني النفيس وتجرى في هذه الأثناء سباق الخمسين متر أقول سباحة حرة عند الجنسين عند السيدات تدخل نسرين مجاهد واسمهان العربي يوسف وعند الرجال يشارك أسامة سحنون ومهدي نزيم بمبارا نتابع جانبا من سباق الخمسين متر سباحة حرة مباشرة بتعليق وهيبة بالحوة إذن الهدوء مطلوب بنسبة لي خاصة المسافات القصيرة خمسين متر مسافة قصيرة جدا وبتالي التركيز عند نقطة الانطلاق فيه إذن فيه مشكل فيه فيه في أجهزة الانطلاق تأكد من كل المواصفات التقنية تكون حاضرة في النهائي وبالتالي يتم التوقيت خاصة أن السباق الأول لحد الآن لن تحصل على توقيت السباحات الفائزات بالسباق الأول سباق الخمسين متر سباحة حرة سيدة طبعا فريد عصمان عبد المالك كارين وكذلك انجهد مسرين كالترتيب ثلاثي من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة ولكن التوقيت لم نتحصل عليه بعد لعدم جهزية اللوحة الإلكترونية في انتظار جهزية هذا اللوحة حينطلق السباق ربما رح ينتظروا جهزية اللوحة الإلكترونية أظن كان فيها عطل فيها على مستوى اللوحة ولكن تم تداركه ورح يكون فيها الانتلاق إن شاء الله للسباق إذن الجميع رح ينتابعوا إذن صاحب المركز رواق خالف أسامة سحنون مع رمضان يوسف وعبد الرحمن العربي في رواق الرابع والخامس شوفوا كنافس كبير بين أسامة سحنون ويوسف رمضان تنفس كبير على وأسامة سحنون يبدو أنه في المقدمة أسامة سحنون نعم رح يفعلها نعم أسامة سحنون ميضالية ذهبية للجزائر إذن اليوم الثالث يعني بداية موفقة للمنتخب الجزائري مع ميضالية ذهبية للجزائر نعم إذن هنيئا لأسامة سحنون والسباحة الجزائرية والجزائر بصفة نعمة بهذه الميضالية في اختصاص الخمسين متر سبحة حرة والتي تمكن من تحقيقها أسامة سحنون ليرتفع رصيد أو عدد الميضالية الذهبية في هذه الأثناء إلى عشر ميضاليات المشاركة الجزائرية أيضا ستكون ممثلة اليوم في سباق المئة المئتي متر أقول سباحة على الظهر وكذا الألف وخمسمائة متر سباح حرة والمئة متر سباحة تنوب أربع مرات ومزدوج وعند الجنسين هذا وكانت الجزائر قد حصدت في اليوم الثاني من المنافسة أحد عشر ميضالية منها أربع ذهبيات ليرتفع رصيد الجزائر أنفا إلى أربعين وعشرين ميضالية في اليوم الثاني منه ثماني ميضاليات ذهبية أمين بالقدور يعود بنا إلى تفاصيل سباقات اليوم الثاني من البطولة العربية في هذا التقرير إحدى عشر ميضالية حصيلات النخبة الوطنية للسباحة خلال اليوم الثاني من البطولة العربية المقامة بيوهران منها أربع ذهبيات أربع فذيات وثلاثة برونزيات المعدن النفيس تحقق عن طريق كل من جوات سيوت ورني نفسي وصمارة عبداللاوي وفريق التتابع للرجال مئة متر متنوع على كتابات نفسي المقامة الأربعية من المقامة الأربعية في الأساسي وفي أحب المقامة الأربعية وفي أنني على سبيل حتى أحبت برونزيات وفي أني منفجر أحبت بيوهران نفسي كثيراً لذلك هذا العام وأنا بديت نتقرب من أحسن وقت لي الحمد لله على هذا الإنجاز أما الفضاء فكانت من نصيب كل من رمزي شوشار زيتوني إيمان وبالمنصور ريمة وفريق السيدات للتتابع مائة متر متنوع في حين نال كل من عشور صفيان مجاهد نسرين والعرب اسمهان البرونزية اليوم درت سيكونت باس لي كانت راسبيساليتي تاعي وكتن وجد الهصف يشعر وكتن ستاج عليها وخدمت عليها منافسة كانت شوية صعبة ولكن الحمد لله شوال جيفيد مو ميو بوها بوصة ميدايل راني فرحم بلاد الميدايل اليوم دوك جينا زود جزيرين في المرتبة الأولى والتانية راني نشوفو بلي الفارق تعنا راو غير يدي الميدايل وراني نورو بلي رانه هنا رانه في ريزان الحمد لله نعم اللي تنتعنا رامي يتم مليورة وبرابور وشترنا في العباح عبيد متوسط مجرايات اليوم الثاني تواصل فيها الصراع على الرياضة بين المنتخب الجزائري ونظيره المصري متصدر جدول الميضاليات ولأكثر تفاصيل عن الأجواء التي تميز المنافسة ومعطيات هذه البطولة في يومها الثالث يلتحق بنا مباشرة من المسبحية الأولمبي بوهران سيف الدين بن زرده سيف الدين مرحبا بك سيف الدين هل تسمعون؟ نعم نسمعك الآن لأن الأجواء هنا الأجواء هنا كبيرة التي تصنعها الجماهير العائلات الوهرانية الحاضرة اليوم لمساندة عناصر المنتخب الوطني للذكر أن السباقات النهائية لليوم الثالث من المنافسة قد انطلقت منذ لحظات قليلة المنتخب الوطني استهل اليوم الثالث بميضالية ذهبية أخرى كانت من نصيب أسامة سحنون في سباقي الخمسين متر سباحة حرة رجال إذن ميضالية ذهبية أخرى تعزز سجل الجزائر من الميضاليات ليرتفع رصيد النخبة الوطنية من الميضاليات الذهبية إلى تسع ميضالية ذهبية وخمس وعشرين ميضالية في المجموعة كما تشاهدون في الصور مشاهدنا الكرام هذه هي الأجواء بالمسبح وبالمركب الأولمبي كان قد جار أيضا سباق الخمسين متر للسيدات التي ضمنت فيه مجاهد نسرين ميضالية أخرى ولكن في انتظار الإعلان عن النتيجة النهائية هل هي فضية أم هي برونزية بالنسبة لمجاهد نسرين إذن الجديد هو هي الميضالية الذهبية لأسامة سحنون الذي استهل بها المنتخب الوطني اليوم الثالث من المنافسة في انتظار إجراء سباقات أخرى حيث سيجرى بعد لحظات قليلة سباق المائتي متر سباحة على الظهر بالنسبة للسيدات حيث يدخل التنائي مريم طبال وكذلك إيمان زيتوني وتبقى السباقات متواصلة والحضود قائمة لنيل ميضالية جديدة خصوصا معدن الذهب ومواصلة منافسة المنتخب المصري على تصدر سلم الميضاليات بالنسبة لمجموعة ميضاليات المنتخبات المنتخب المصري لحد الآن هو الأول ولكن المنتخب الجزائري اليوم تمكن من تحقيق هذه الذهبية لحد الآن هناك أيضا ننتظر دخول أيضا جواد سيوت في سباقي المائتين متر فراشة رجال وهو الذي حقق أربع ذهبيات منذ انطلاق البطولة شكرا لك سيف الدين على كل هذه التفاصيل ومزيدنا تألق إلى النخبة الوطنية في هذا الموعد العربي المهم بالباهية وهران في خبر أخر عقد المكتب والمكتب الجديد لاتحاد الجزائري لكرة القدم أول اجتماع شهري له يوم أمس 21 جويل 2022 برئاسة السيد جاهيد زفيزف وبحضور جميع أعضاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم باستثناء العضو حكيم الدان الذي رافق المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إلى أبها السعودية أين يشارك فيه البطولة وبطولة كأس الأمم العربية ومن أبرز مخرجات الاجتماع اختيار عزدين عراب كنائب لرئيس الفاف وجمال مربوط كنائب ثاني لرئيس الفاف أيضا كان الاتفاق على عودة كأس الجمهورية الموسم المقبل بعدما غابت سابقا بسبب جائحة كورونا كما تم الاتفاق على تكيف القوانين بخصوص دواجية المناصب وتحديد تواريخ انطلاق بطولات القسم المحترف في السادس والعشرين أوت وقسم الهواد في السادس عشر سبتمبر والقسم الثالث في الثالث والعشرين من نفس الشهر أيضا الاتفاق على تحديد السن والإجازات في جميع الأصناف هذا بالإضافة إلى قرارات أخرى الهدف منها تحسين وضعية كرة القدم المحلية في الموسم الجديد فاز المنتخب الوطني على نظره اللبناني بهدفين مقابل هدف يوم أمس ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب لكرة القدم لأقل من عشرين عاما والمقامة حاليا في السعودية وسجل هدفي الجزائر مصير أجعودي في الدقيقة ويسين قول أيضا حامد في الشوط الأول يتمكن المنتخب أو ليعضاء يقلص قول المنتخب اللبناني الفارق بهدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة بهدف عمر بهلوان ملخص المباراة نتابعه بتعليق بيلال بيناري الكرة اللبنانية شيئا فشيئا من يتحصل على الكرة هذه ومن يسجل الهدف لأننا الآن دخلنا في فخة التساهل دعوني نقول هذا آية الكرة آية جميلة آية توزيعة من يسجل من يسجل ولا أحد من يسجل على الكرة تأفى الدخول أماذا الآن دخلت الآن دخلت هذا الهدف الأول لفصلحة المنتخب الصورة العالم الوطني مرفوع من قبل هاتية النسوة هؤلاء النسوة التي ارتائنا إلا التنقل إلى ملعب من أجل المؤازرة ويعطاء دروس ويعطاء أمور كثيرة بأن المنتخب الوطني الجزاري والألوان الوطنية والعالم الوطني مناصر من قبل كل فئات المجتمع الجزاري هذا هو قاسم المشترك بين الشعب الجزاري الانتماء للألوان أينما كانوا وأينما التزديد قوية على تلت مرات تقريبا وخاصة ونحن نحتفل بستينية الاستقلال هدف مقابل سفر لمصلحة المنتخب الوطني أمام منتخب لبنان في حدود الدقيقة الثالثة والعشرين يتدخل الدفاع الجزاري مباشرة إلى التماس في مباراة لا أقول ليست متكافية ولكن الأفضلية فيها واضحة لعناصرنا الوطنية حتى المنتخب اللبناني السؤال الذي يطرح هل سيستمر من الصمود أم أنه سيحاول الخروج من منطقته لأنه أمام أرماضة هجومية بقيادة كل من جوريس رحو مسعود سالم وكذلك وسامة عمار طويل تماث تصفيات هذه النهائيات التي ستجرى في مصر تجرى في مصر والني تسديد قوية يا سلام ما أروع الهدف ما أجمل الهدف ما أروع هذا الهدف يا ياسين يا بن أحمد كيف سددت وكيف سجلت هذا الهدف باغتني وأسعدت هؤلاء باغتني وأسعدت مقابل سفر هاي الكرة من اللعب الذي سجل الهدف لأول خدا كامل وقت يا سلام يا للروعة يا للروعة ويا للمهار ويا للقوة ليس فقط روبرتو كار تقص فراء جميل هذه الكرة جزارية وكيف يكون الرد نتحدث عن الاحتفاظ بالكرة نتحدث عن الفرديات الزائدة ونتحدث عن أمور زائدة بالنسبة لها تشكيلها والثلاثين من هذا الشهر ومباراة النصف النهائي تلعب يوم الثالث أوت مبارتين والمنتخب اللبناني يتمكن من تقليص النتيجة لمصلحته عن طريق عمر نعم ولي الحديث أكثر عن هذا الفوز أمور أخرى عن المنتخب يلتحق بنا مباشرة عبر الهاتف من السعودية مدرب المنتخب الوطني لأقل من عشرين عاما محمد لسات مدرب مرحبا بك مرحبا اسمعيل سلام عليكم تحية متبادلة يعني دخول موفق في بطولة العرب فوز المهم على لبنان ما هو تعليقك بخصوص هذا اللقاء مدرب أولا يعني بداية المنافسة شيء صعيب والخصم يعني كم يقولون كانت خاصة حتى شيء بطريقة كم يقولون طريقة دفاعية واللي كانت دازم نأخذ حدقنا ولكن أخذنا أوازمة من الأمور واخذنا القرار بش نهاجم وهاجبنا وكانت عدنا فورس كثيرة سجنانين من الهداف وكنا قادرين سجلوا كثير ولكن فيش صوت الثاني إحنا أردنا أن نرتاح شوية من ناحية الفنية لأن اللعب كما لحقون للسعودية وكذلك كما يقولون سير المقابلة ولكن ما نش راضيين ما حد شيء يعني طريقة لعب تعالى في الصوت الثاني تغاليها شوية اللعب الفرضي وشيء زي ذا ولهذا أنا أقول إحنا فرحانين كثير بالتكنيق في بداية هذه الدورة ولكن مش راضيين تماما بشلط التكنيين بشلط التاني وشيء اللي قلنا لعبين وتكلمنا كثير وتلنا اجتماع لأن الشيء في الصوت التاني ما نقول ما يشطفناش ولكن أشياء لي ما تندلش في مستوى الفريق الوطني حنا نتقبل رام شباب وفريق جديد لأن هذا الفريق عقل من 20 سنة سنة نهاية بطالة عربية ولكن يوم هذا الفريق كان رام سبع غيابة ست غيابة إلى سبع غيابة ولكن حنا نحوص على الحجج لأن الهدف تاني هو تحضير تأهل البطالة الفريقية وفي نفس الوقت نحضر هنا في آبها في هذه البطالة ولكن ما نشل تحضير واحد وتحضير وتمتيل ألوان وطنية اليوم نكون صراحة أو ما نكتبوش لعبنا مع فريق موش الدعيف ولكن المتوضع سينا المقابلة في الشرط الأول بطالقة فرحنا بها وفرح بها الشعب الجزائري ولكن في الشرط تاني ما كناش في المستوى اللازم ولهذا التحضير سيكون من صحيح الشرط تاني مقابلة لبنان جميل يعني اللقاء القادم أيضا سيكون أمام ليبيا كيف ستحضرون له وهل كل التعداد سيكون مكتمل قبل هذا الدربي المغاربي وما هي أبرز النقاط التي ستركزون عليها من أجل تصحيح ما كان في مواجهة المنتخب اللبناني والله الحمد لله أول من ناحية إصابات مكاش من ناحية تعبرنا نسترجع عدنا وقت كبير يعني عدنا في 21 رح نلعب مقابلة تانية في 27 رح تكون ست أيام مراحة من ناحية البدنية ما عدنا مشتك ونحمد الله يكون عدنا الوقت من ناحية إصابات مكاش وكذلك العقوبات ولكن يبقى كورة القدم لازم تحضب لازم تعرف تجير تلعب تحترم الكورة تحترم الخصم يعني نحن بكل صراح نقول لهم نسئوليتي مانيش مدربي يقولوا ما عدناش فريق ومبعد كيد كنا تيجي يقول لا يوم عدنا فريق عدنا فربيات عدنا نظام عمل ما عمل ما عملناش كثير لأن غياب المقابلات الودية لأسباب يعرف الجميع في درية ما كانش يعني كما يقولوا بكل واقفة ومكان ماش موقفة ما كانش رئيس يروح رئيس يجي عدنا يعني مقابلات كما فريق لبناني الأقل فريق لبناني ذات ربع مقابلات في ناحية شهر إلى شهر جوي حنا اليوم عدنا فريق عندنا إمكانيات عدنا نقعد نطموح ولكن عدنا نقص من ناحية تحضير من ناحية من ناحية التكتكي الانسجام ولكن رغم هذا رح كما يقول كما يقول نقص هذا النقص التكتكي والنقص الانسجام رح يكون بالإرادة وباللعب التقنية والانسجام وخاصة خاصة التنظيم واحترام الخاص نعم يعني نعلم أنك قد تبعت مباراة منتخبة تونسية من منتخب البحريني وكانت تغلب لمنتخب تونس بصفة عامة كيف يمكن تقييم المستوى العام لهذه البطولة وما هي حضوظ المنتخب الجزائري من أجل بلوغي النهائي والله شوط البطولة نحن نعرف الفرق العربية كالفرق للتحكم في الأمور الفرق شامل الفرقية تونس الجزائر المغرب والسعودية بالمطن ونحن نحن 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 المستوى أن اليوم برغم من هزيمة الفرق البحريني الشوط الأول الفرق البحريني كنت فيها شفته في الملعب أظهرني وليه بشيصات الشوط التالي هي التجربة الفرق تونسي للناس باشتعلم الفرق تونسي لروا عنده مستوى وعنده يقدر كيف يقدر يزيد يتطور الفرق تونسي على الأقل على الأقل من سئة 15 سنة إلى يومنا عندهم على الأقل 21 مقابلة الدولية هذا الشي يسمح لهم لكي يكون عندهم إنسجام ويكون عندهم روح فارق نحن نريد أرد أن ندير بالإمكانية لازمة كانت هناك ظروف ولكن اليوم ما شئ سنونا يكتب شعر نفس إن كان نعم محمد إن شاء الله نستغلوها وخاصة خاصة مستوى التقنية العالمي إذن شكرا لك مدرب المتخب الوطنية اليقال من 20 عاما كنت معنا مباشرة من أبها السعودية عبر الهاتف محمد لسات وكل توفيق للنخبة الوطنية في هذا الموعد العربي الذي يتواصل اليوم حيث كان الموعد مع مباراة مهمة بين المتخبي التونسي والبحريني وعرفت فوز نصور قرطاج بناتجة أو بثلاثية نظيفة لحساب دائما الجولة الأولى من المجموعة الخامسة نتابع ملخص المباراة بتعليق عبد العزيز بن سلم مباراة اليوم هي في افتتاح مباراة ومواجهة المجموعة الخامسة بين المنتخبي التونسي والمنتخبي البحريني بالجزائر ما يزال يبحث على هذا اللقب هذه فرصة للمنتخب التونسي فرصة خطيرة كانت ولكن عبيد هنا يطالب بركلة تركنية لكن حكم المباراة أشار إلى ركلة مرمى لأحد الإعادة تمريرا كانت لكن محمد عزيز قدل الحكم بأنه هو آخر من لمس الكرة هذه الإعادة بالعرض البطي بتيد على الجهة اليسرى ينتظر المساندة التي تأتيه من الجهة اليسرى هذه فرصة للمنتخب التونس ضعت فرصة الهدف نعم هذا فول هذا فول للمنتخب التونسي صالح البرهومي صالح البرهومي أم يوسف اسنان نعم اسنان يفتتح باب تهديف لمصلحة المنتخب التونسي قبل ثلاثين ثانية عن نهاية الشوط الأول إذن صار النسور قرداج متقدمون في النتيجة سيناريو رائع سيناريو جميل سيناريو كان يتمنى التوانس يتمنى ناجح التومي شوف الانطلاق شوف البناء الهجمى كان من هنا العرضية كانت موجودة الكرة الأولى من الضاوي ثم الثانية والثالثة برأس يوسف السنان قلب الهجوم رقم تسعة بالرأس يستقبلها بشكل ممتاز وعيسى عبدالله عيسى هو من تدخل الرأس يوهو والهدف الثاني للمنتخبة التونسي يأتي لان عيسور قرداج يضيفون الثاني عبر محمد وائل الدربالي لاعب الأولمبي البأج يهدف ثاني يا سلام على تونس يا سلام على نسور قرداج كيف حلق الدربالي فوق الجميع وبالرأس يستقبل قراجات من رخنية هدف ثاني جاء بهذا الشكل كيف حلق النسر التونسي محمد وائل الدربالي بشكل رائع فوق الجميع تذكر توجد وضع يتسل العرض يموجود والثالث والثالث لنسور قرداج محمد عزيز عبيد بالرأس مجددا التوانسة والتونسيون يضيفون الهدف الثالث خلاص خلاص هو المباراة هو كل شي حسم الأمور المنتخبة التونسي قبل أربع دقائق محمد عزيز عبيد معجم الترجل الرياضي في تكريمات كرة القدم ومساء أمس أعلن الكاف عن الفائز بحفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأفضل في إفريقيا العام 2022 وفاز المحترف السينيغالي بصفوف باير ميونيخ الألماني ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في القارة متفوقا على المصري بصفوف ليفر بول الإنجليزي محمد صلاح ومواطنه حارس مرمى تشيلسيا الإنجليزي إدوارد ماندي وفاز مدرب منتخب السينيغال أليو سيسي بجائزة أفضل مدرب بالقارة عام 2022 متفوقا على مدرب منتخب مصر الأسباق كارلوس كيروش والمدرب وليد فيما فاز حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي بجائزة أفضل حارس في القارة وفاز المنتخب السينيغال بجائزة أفضل منتخب في القارة متفوقا على منتخبي مصر والكاميرون في رياضة الزوارق الشرعية انطلقت اليوم بشاطئ تمنفوست تظاهرة فانتازيا الرياضة الزوارق الشرعية والتي عرفت مشاركة 105 ملاح وملح سيتنافسون على مضار ثلاثة أيام حيث تجرى يوم الأحد السبقات النهائية وتعد هذه المحطة التحضيرية لعديد المنافسبات والمنافسات تقول المحلية القرية والدولية وبخصوص الأجواء التي تميز هذه المنافسة نستمع لما قاله المدير تنظيم المنافسة عباس رضوان في هذا التصريح لحاشيشو في ميكروفون نقول حاشيشو نتابع الاتحاد الجزائري ونضمت الفونتازيا الوطنية والفونتازانوتيك لرياضة المائية هنا في مدينة تمند فوست عندنا الحال في هذه المنافسة الوطنية اللي فيها حاولي مشاركة 150 عداء من 27 فاريق المتللون أغلب النوادي الرياضية والرابطات المنخريطة في الاتحادية الآن نشوف تنظيم ممتاز ونشوف السباقات يوم الأول عرفت بد تأخر بسبب سيبرمو تيكنيك بسبب نقص الرياح هذا يؤثر شوية على بداية سباقات اليوم الأول المنافسة ستتمتد إلى يوم 24 إن شاء الله وفي الختام يكون أحسن الرياضي حيث توجه بالمرتب الأولى في هذه المنافسة فيما يخص الأصناف لدينا صنف الأورتيميست الصنف السيغي أوليمبيك لإلك يعني اللازر أربعة ستة واللازر سبعة فيما يخص للدوكور ونصرف الوحشي رعي فيما يخص للأرسيكس والبيك تيكنو جننا نديرو كمسادي فانتازيا الجميع فيها جميع الكلاب جاتزير كونفلي نديرو فيها الكورس قبل ما ندخلو نديري في مطرية كل الكورس كين نديرو سيباق نديرو على اللي بوي كين كونفيرانس وإن شاء الله نجي ولوي مشاهدين ختام أخبار ريالة قدمناها لكم من الجزائرية الإخبارية شكرا على المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة